دلوقتي تعالوا الروح سريع عن لزملتنا مننا الشرعي ونعرف منها أحوال الطقس صباح الخيرية مننا صباح الخير عليك يا أحمد صباح اللي عليك يا هدير قبل ما تعرف أحوال الطقس مش عايش تعرفوا إيه الأنجواء اللي كانت حصلت في الكوديفور كده في ماتش الكوديفور وإحنا في الكاميرون عايز أقولك يا أحمد إن كان مش عايزة تروحي تاني بصي منروح في الفايمل أنا كنت متفرج عليكم إن شاء الله الروح سوا في الفايمل لكن الماتش لا يعني المشوار ما كانش سهل 24 ساعة صد رد رايح جاي ما كانش الأمور يعني سهل أبداً 6 ساعات طيران وبعدها طلعنا من الطيارة على المباراة على طول فالموضوع ما كانش طبعاً سهل درجة الحرارة هناك يعني جو الطقس صعب جداً الرتوبة مرتفعة جداً ودرجة الحرارة مرتفعة جداً الله يكون في عون اللعبة اللي كانت بتلعب وأعتقد إن النهاردة ده ممكن يفرق معهم إنهم بتادوا يتعودوا على الأجواء وبتادوا يتعودوا على أرض الملعب اللي هي حقيقي مش ممهدة أبداً فيها عالي واطي كتير الأرض مش كويسة وحصل أكتر من شكوى سواء كان من المنتخب المصري أو من المنتخب الكودوفور في الوقت ده إنهم بيطلبوا بتغيير الأستاذ اللي هتتلعب عليه أرض المباراة لكن لم يوفقوا في التغيير واتلعبت المباراة والحمد لله ربنا نصرنا وجبرنا لو يجوز لنا استخدام التعبير الدارب وكسبنا خمسة أربعة بركلات التربية عايز أقول إن النهاردة المباراة مش هتكون سهلة أبداً لكن إحنا عندنا ثقة وسخطة نفسنا ارتفعت جداً هدير وأحمد كانوا بيتكلموا في بداية الحلقة عن فكرة إن خلاص ما بقاش في أهلي وزمالك يمكن من واحنا في الطيارة ويمكن كل المشجعين أو روابط المشجعين اللي كانوا موجودين على الطائرة كانوا متفقين من واحنا على الطيارة ممنوع الهتاف بأسامي اللاعبين أو الأندية كله حيقلع فنلتنا دي ويلبس فقط فنلت المنتخب المصري وهو ده يمكن الوافد المصري اللي كان موجود في الوقت ده كله مرتدي فنلت منتخب مصري يعني قيمة كبيرة جداً إن إحنا نبقى لابسين فنلت المنتخب المصري للعيبة اللي كانت بتلعب كمان حاجة تانية كمان شفنا إن ابتدى يحصل تناغم شديد بين اللاعبين ما كانش موجود في الأول يمكن كراش خلانا نشوف وجوه إحنا مش متعوذين عليها وده انعكس على الخطة اللي بيلعب بيها في الملعب إن إحنا شفنا حاجات ما كناش متوقعينها وده يمكن فجأة المنتخبات اللي لعبنا معاها الفترة الجاية النهاردة كده شوية تسريبات من المباراة إحنا عرفنا إن حيحصل تسريبات كده أو حيحصل تغييرات في المنتخب المغربي يمكن خط الدفاع حيحصل فيه تغييرات حيحصل تعزيز أكتر لخط الهجوم أو على مستوى الهجومي السنائي أيوب الكعبي ويوسف النصيري مش هيفضلوا موجودين مع بعض يمكن يوسف النصيري يتغير بحيث إن هم يدعموا أكتر الخط الأمامي وعشان يعرقلوا الخط الهجومي اللي طبعا حيكون بقيادة محمد صلح إن شاء الله حنتفرج على مباراة ممتع وإن شاء الله ربنا حيكرمنا زي ما كرامنا المرة اللي فاتت خلينا بقى النهاردة نستعرض مع حضرتكم جولة سريعة في أحوال التقص في القاهرة اللي مختلف تماما عن الجو هناك في الكاميرون النهاردة التقص حيكون بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وفيه فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري كمان في نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 16 درجة أعلى درجة حرارة هتكون في 32 درجة وأقل درجة حرارة في كاترين 11 درجة هنتابع مع حضرتكم التقص بالتفصيل بعد قليل لكن زي ما قلنا إحنا شايفين أن الأجواء بتتحسن ويمكن الجو أكثر دفئاً وأكثر اعتدالاً هيكون على مدار الأسبوع ده خلينا كده بعد ما مبشرتكم نروح لهدير والأحمد نبتدي معاهم فقراتنا وأخبارنا اتفضل يا أحمد وتفضل يا هدير شكراً لك